هل سبق لك أن استيقظت في منتصف الليل بحالة من الحاجة الملحة للتبول؟ أو هل تعاني من تلك الرغبة المتكررة طوال اليوم؟ قد تكون تلك الأعراض مزعجة ومحبطة لكنها قد تكون أيضا إشارة إلى مشكلة صحية أعمق مثل تضخم البروستات أو التهاب المسالك البولية فما هي الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من هذه الأعراض المزعجة؟ وهل يمكن للأعشاب والأطعم المفيدة أن تكون العلاج الأمثل؟ في هذا الفيديو سنستعرض معا أفضل الأعشاب والأطعم التي تساعدك في علاج تضخم البروستاتا وتكرار التبول مع تقديم نصائح علمية لتحقيق الشفاء بوعي وفهم أعمق لجسمك يجب في البداية أن تعرف ما هو تضخم البروستاتا هو حال شائع بين الرجال مع تقدم العمر حيث تتضخم غضة البروستاتا وتضغط على مجرى البول مما يؤدي إلى صعوبة التبول وتكرار الحاجة إليه ومن أعراض هذه الحالة تكرار التبول خاصة في الليل وصعوبة في بدء التبول أو ضعف التدفق البولي والشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل بعد التبول للوصول إلى الشفاء بوعي لابد من الإلمان بكافة الأسرار والنصائح التي نقدمها في هذا الفيديو وسنتناول جميع التفاصيل اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأعشاب والأطعم المفيدة مع تقديم برنامج شامل يساهم في تحسين صحة البروستاتا وتخفيف تكرار التبول لا تفوت فرصة الحصول على المعلومات الكاملة والمفيدة وشاهد الفيديو حتى النهاية لتكون على دراية بكافة الأسرار التي تحتاجها لرحلة الشفاء أولا ماذا عليك أن تأكل؟ الطماطم تحتوي الطماطم على الليكوبين وهو مضاد أكسادا قوي يساهم في تقليل خطر تضخم البروستاتا وتحسين صحة الخلايا ويمكن تفعيل مادة الليكوبين من خلال تعريض هذه المادة للحرارة مع إضافة المواد الدهنية المطلوبة مثل زيت الزيتون وبهذه الطريقة يصبح طبق البندورة المشوية أو المقلية بقليل من زيت الزيتون طبق مثالي البروكلي والخضروات الصليبية تحتوي هذه الخضروات على مواد فعالة تساعد في علاج الالتهابات والحد من تضخم البروستاتا الأسماك الغنية بالأوميغا ثري مثل السلمون والتونة والتي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين صحة البروستاتا أحرص على إضافة المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور اليقطين التي تحتوي على الزينك والمغنيسيوم المفيد لصحة البروستاتا ما هي أهم الأعشاب المفيدة لتضخم البروستاتا والتهاب المسالك البولية شعر الذرة وهو الخيوط الرقيقة الموجودة في الذرة ويعتبر شعر الذرة من العلاجات الطبيعية التقليدية التي استخدمت منذ قرون لعلاج مجموعة من المشاكل الصحية وخاصة المتعلقة بالجهاز البولي والكلة يحتوي شعر الذرة على مركبات فعالة تعمل كمدر طبيعي للبول مما يساعد على التخلص من السموم والسوائل الزائدة في الجسم بالإضافة إلى ذلك يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مما يجعله مفيدا في تخفيف التهابات المسالك البولية ويساعد في تهدئة الأنسجة الملتهبة وتقليل الألم والانزعاج المرتبط بالتهابات المسالك البولية ويعمل على تقليل أعراض تضخم البرستاتة من خلال تحسين تدفق البول وتقليل التورم والاحتقان في منطقة البرستاتة ويعمل على تحسين وظائف الكلة ويساعد في تعزيز صحتها ومنع تكون الحصوات ولكن يشترط أن تتعرف على الطريقة الصحيحة للاستفادة من شعر الذرة بعمله بالطريقة السليمة لتحضير شاي شعر الذرة يمكن اتباع الخطوات التالية جمع شعر الذرة وتأكد من جمع شعر الذرة الطازج من آذان الذرة الناضجة يمكن استخدام شعر الذرة المجفف الذي يتوفر في بعض المتاجر الصحية اغلي كوبا من الماء اضف حفنة من شعر الذرة الطازج أو ملعقة صغيرة من شعر الذرة المجفف إلى الماء المغلي اترك المزيج ينقع لمدة عشرين دقيقة صف الشاي واشربه مدة الاستخدام للحصول على افضل النتائج يوصى بشرب الشاي شعر الذرة مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعيا يمكن الاستمرار في استخدام هذا الشاي لعدة اسابيع ولكن من الافضل استشارة طبيب تغذية علاجية قبل بدء اي علاج طويل الامد خاصة اذا كان هناك اي حالات صحية اخرى او تتناول ادوية معينة باستخدام شعر الذرة بانتظام وبطريقة صحيحة يمكن تحقيق فوائد صحية ملحوظة وخاصة في تخفيف التهابات المسالك البولية وتحسين وظائف الكلا والبروستاتا المسار العشبي الثاني البلميط المنشاري يعتبر البلميط المنشاري من اشهر الاعشاب المستخدمة لعلاج تضخم البروستاتا فهو يحتوي على مركبات تساهم في تقليل تضخم الانسجة وتخفيف الاعراض المرتبطة بها المسار الثالث نبات القراص يمتاز القراص بخصائصه المضادة للالتهابات والمدرة للبول وهذا يساعد في تخفيف الاحتقان والتورم في منطقة البروستاتا وتحسين عملية التبول الكركم يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات يمكن ان يساعد الكركم في تقليل الالتهابات المرتبطة بتضخم البروستاتا وتحسين صحة المسالك البولية يمكنك الاعتماد على المكملات الغذائية التي توفر مادة الكركم بنسب جيدة او يمكنك اضافة الكركم الى نظامك الغذائي ونقع اعواد الكركم الخشبي بالماء لمدة 6 ساعات وتناول هذا المنقوع بشكل يومي ما هي مدة شفاء التهاب المسالك البولية مدة الشفاء تعتمد على عدة عوامل منها شدة الاصابة ونوع البكتيريا المسببة وسرعة العلاج ومدى فعاليته وبشكل عام التهاب المسالك البولية البسيط قد يتراوح بين 3 الى 7 ايام اما المعقد فقد يستغرق 7 الى 14 يوم اما التهاب المسالك البولية المتكرر فتختلف بناء على تكرار الاصابة ومدى التزام المريض بالعلاج الوقائي انتبه الى شرب الماء الكثير فهذا يساعد في طرد البكتيريا من الجهاز البولي تناول عصير التوت البري اذ يحتوي على مركبات تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية والحفاظ على نظافة المنطقة التنسلية امر مهم لتقليل فرصة الاصابة بالعدوى وحرص على التبول بعد الجماع فهذا يساعد في التخلص من البكتيريا التي قد تتقل الى المثانى اثناء العلاقة الحميمة من المهم استشارة الطبيب في حال ظهور اعراض التهاب المسالك البولية لضمان التشخيص الدقيق والعلاج المناسب في حال تكرار العدوى او عدم الاستجابة للعلاج قد يكون من الضروري اجراء فحوصات اضافية لتحديد السبب واتخاذ التدابير الصحية اللازمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة